موسيقى السلام عليكم في سوريا المحكمة الدستورية العليا ترجح أن يتنافس ثلاثة مرشحين في الاستحقاق الرئاسي في لبنان بدأت وطيرة الدوران في المراوحة التي تطبع الاستحقاق الرئاسي مع اقتراب مهلته الدستورية من النهاية تثير قلقا متدحرجا مرشحا للتعاظم يوما بعد يوم خصوصا في ظل عدم أي معطيات جدية يعتد بها حيال تبدل هذه المراوحة في وقت قريب مصريا انطلق سباق الدعاية الرسمي في الانتخابات الرئاسية تسابق أنصار المرشحين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي في تعليق اللافتات وتنظيم الفعاليات صباحي دشن حملته الرئاسية من السيوت فيما بدأ السيسي حملته بمخاطبة الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي أما عراقيا فاقتلاف دولة القانون يتصدر القوائم نسبة المشاركة 63% إذن كلها عنوين تتناولها الصحافة وسنناقشها اليوم مع ضيفي هنا في الاستيديو رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات الأستاذ غالب قنزيل أهلا بكم مشاهدين إذن أهلا بك أستاذ غالب دعنا نبدأ مباشرة بالنتائج بشكل عام بصورة عامة بعد انتهاء كل هذه الاستحقاقات في هذه البلاد العربية الأربعة أقصد هنا كيف ترى الصورة؟ طبعا سوريا مصر العراق هي الدول المركزية الثلاث الكبرى في الواقع العربي وهي حقيقة تاريخية من منتصف القرن الماضي حتى اليوم تتأكد في مسار الأحداث مركزية ومحورية ما تمثله هذه الدول الثلاث في الواقع العربي بشكل عام في هذه الدول الثلاث وفي سياق الاستحقاقات الانتخابية دول مركزية وجيوش وطنية تنهض في مقاومة الإرهاب بعد مرحلة ما سمي بالربيع العربي وبعدما أسقطت شعوب هذه الدول الثلاث خطة الإخوان المسلمين وحكومة الوهم العثماني الأردوغانية لمستقبل المنطقة والتي كانت تعبيرا عن المشروع الأمريكي لتجديد الهيمنة وبالتالي الاستحقاقات هي الطريق إلى النهوض في مجابهة التحديات والأخطار التي يمثلها الإرهاب والتطرف رغم كل شيء يعني الصورة إيجابية بعد انتهاء الاستحقاقات طبعا يعني إذا أخذنا الاستحقاق السوري فهو خطوة حاسمة في طريق الحسم الدستوري والميداني للصراع وفي مقاومة العدوان الذي تتعرض له سوريا إذا أخذنا الاستحقاق المصري ونتائجه المرجحة أيضا كما هي الحال في سوريا نجد أنه خطوة نوعية باتجاه الاستقرار أنا لا أتحدث هنا عن الخيارات السياسية من المتفق بشأنه أن الفريق السيسي هو الأرجح المعركة بذاتها سترسخ حالة تنافسية سياسيا كما هي الانتخابات السورية تأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ سوريا السياسي بدولة ديمقراطية تعددية من خلال الانتخاب التنافسي أيضا طبعا هناك من يخالف هذا الرأي لا ندخل في التفاصيل نحن نتكلم عن مصطورة بشكل عام أعرف الأراء المخالفة ولنقاش معها هذا شأن مختلف نحن نعقشها بعض القليل العراق هي أول انتخابات تجري بعد الانسحاب الأمريكي من العراق وبالتالي هذه الانتخابات من ميزاتها هي أول انتخابات برلمانية ثاني انتخابات هي انتخابات برلمانية تتشكل فيها مواقع القوى والتوازنات السياسية في رحاب الدولة العراقية ومؤسساتها حيث تحتل مقاومة الإرهاب المكان الأولى في ظل التحديات التي يعيشها العراق طبعا إضافة إلى كل الهموم الأخرى هذا مطروح في سوريا ومطروح في مصر ولبنان؟ أما لبنان فهو على قارعة انتظار هذا المخاض المخاض الذي يعاد فيه تشكيل معادلات المنطقة بعد إعصار ما سمي بالربيع العربي ومحاولة أخونة المنطقة بقيادة أردوغان لبنان ينتظر رسو التوازنات والمعادلات حتى يشق الطريق إلى اختيار رئيس جديد للجمهورية ولرأي أيضا في هذا المجال أنا أعتقد أن مغادرة رصيف الانتظار باتت مرتبطة بتعديلات دستورية هيكلية في النظام اللبناني يعني كسر الحلقة المفرغة غير ممكن بدون تعديلات دستورية قد تقتضي عقد مؤتمر تأسيسي في نهاية المطاف سنناقش هذا الموضوع بشكل مفصل أكثر دعنا الآن نستمع سويا إلى عنوين الصحافة العربية نتابع اليوم نتابع إذن مع زميلة بيرسان طبراف السلام عليكم جولة على عنوين بعض الصحافة العربية لهذا اليوم المحطة الأولى مع صحيفة الوطن العمانية نقرأ في عنوانها الأول الجيش السوري يبدأ تسلم حمص بلا سلاح أو مسلحين غدا الأسد يدعو لتأمين المساعدات الإنسانية روسيا تحمل أوكرانيا والغرب مسؤولية سقوط عشرات القتلى في اشتعال أوديسا وفي الملف الفلسطيني عنوانة الوطن الفلسطينيون يبدأون مشاورات حكومة التوافق خلال يومين من الوطن العمانية إلى صحيفة البيان العراقية نقرأ في عنوانها الأول اتلاف دورة القانون يتصدر القوائم ونسبة المشاركة ثلاثة وستون في المئة المفاوضية أعلن النتائج النهائية للانتخابات يحتاج إلى ما بين عشرين إلى ثلاثين يوما توظيم داعش يحلق عددا كبيرا من منازل الفلوجة والمكتب العام للأنبار مصدر بمجلس الأنبار يتوقع عملية عسكرية كبيرة على الفلوجة إلى صحيفة الدستور الأردنية نقرأ في عنوانها الأول دول الجوار السوري تبحث اليوم في الزعتري آثار اللجوء والدعم الدولي وفيها أيضا إحباط تهريب سيارات وضبط أسلحة وذخائر على الحدود مع سوريا الوطن السورية بدورها عنوانت الدستورية ترجح أن يتنافس ثلاثة مرشحين في الانتخابات وإعلان الأسماء الأربعة دماشق تدعو المختاربين إلى المشاركة في الاستحقاق أيضا عنوانت الوطن السورية الجيش يضغط على مسلحي المليحة ومبادرة حمص متواصلة ساعة الصفر لفك حصار السجن حلب المركزي وشيكا وشهداء بالمعظمي والدويل عام ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط وفي عنوانها الأول اجتماع وزري خليجي يتابع تنفيذ آلية اتفاق الرياض الزياني وزراء الخارجية أكدوا أهمية مواصلة اللجنة أعمالها مستشار خامناء حدودنا الدفاعية في جنوب لبنان مفاوضات حمص تشمل إطلاق سراح إيرانيين وعناصر من حزب الله وفيها أيضا السيس مدشنا حملته الانتخابية الوطن إذا سقط فلن يعود صباح وجه كلمة للشعب وحكم بسجن مائة وأربعة من مؤيدي الإخوان حماد الجبالي للشرق الأوسط لن أترشح للرئاسة باسم النهضة رئيس الحكومة الأسبق قال إن تونس تحتاج إلى فترة وفاق تمتد بين خمس وعشر سنوات أخيرا إلى صحيفة الثورة اليمنية وفي عنوانها الأول مصرع عدد من الإرهابيين في المعجلة بينهم قيادي ششاني وتعزيزات عسكرية تصل شبوة الأحزاب تدعو إلى الاستفاف ومساندة الجيش في محاربة الإرهاب وأخيرا الأزمات الأوكرانية تنزلق نحو العنف والأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس وسط تبادل الاتهامات بين موسكو والغرب هذا أبرز ما جاء في عنوين بعض الصحف العربية لهذا اليوم شكرا للمتابعة وعودة إليك فتون شكرا لك بيسان إذن نستاذ غالب الوطن السورية تقول بأن الدستورية ترجح أن يتنافس ثلاث مرشحين في الانتخابات الرئاسية أنت قلت في بداية حديثك أن الاستحقاق الرئاسي الآن سيكون حاسم في طريق الحسم الدستوري والميداني أيضا أوضح هذه الفكرة أكثر يعني الانتخابات الرئاسية السورية تجري وفقا لأحكام الدستور الجديد وبهذا المعنى هي انتخابات تعددية ديمقراطية كل التحضيرات الجارية لها تشير إلى أن هذه الانتخابات ستكون محطة فاصلة في إعادة تشكيل الحياة السياسية السورية بمعنى على أي أساس؟ نحن نعلم أن القواعد الدستورية السابقة في الموضوع الرئاسي كانت تقضي بإجراء استفتاء على ترشيح رئاسي يقرره حزب البعث والجبهة الوطنية الدستور الجديد غير المعادلة تماما وبالتالي المباشرة بتطبيق الدستور الجديد هي تأسيس لجمهورية جديدة تعددية ديمقراطية لكن هناك رأي مخالفة تعرف أن المعارضة تقول بأن هذه الانتخابات الآن غير مجدية لا معنى لها لا شرعية لها سوريا غير جاهزة في ظروفها الحالية لإجراء مثل هذه الانتخابات هناك نسبة كبيرة من السوريين الآن أو ليست بالقليل على الأقل موجودة في بلدان مجدورة أخرى نناقش ذرائع الأصيل مش الوكيل ما يسمى بالمعارضات هو واجهات للحلف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة فلنناقش ما يقوله الأمريكيون يقول الأمريكيون أن هذه الانتخابات مطعوم فيها لأنها تجري في ظل أحداث عنف طيب سنة 2001 احتلت قوات الأطلسي أفغانستان ومنذ ذلك الحين حتى اليوم ما تزال تحتل أفغانستان وقد جرت عدة انتخابات نيابية ورئاسية في أفغانستان آخرها كانت قبل أسابيع من الآن وتباهى الأمريكيون بديمقراطية هذه الانتخابات وما كان يجري على أرض أفغانستان ما أعتقد أنه كان مباراة فوتبول بين قوات الناتو وحركة طلمان أما في العراق فتحت الاحتلال أجريت انتخابات عدة تشريعية وبالأمس العراق الذي خرج منه الاحتلال جرت فيه انتخابات تشريعية وهنأ الرئيس أوباما الحكومة العراقية على إنجازها وطبعا نحن نعتبره إنجازا بكل موضوعية لكن أليس ما يجري في الأنبار هو نوع من الحرب الدائرة في سوريا ومن دورة العنف الموجودة في سوريا يعني هناك حالة حرب وهناك دورة عنف أقصد فإذن هذا الاعتراض ساقط بالمنطق الأمريكي وبمنطق أتباع أمريكا طب الكل يعلم بأنه كل طرف يتحدث بأهوائه أو بما يريده سياسيا لكن دعنا نتحدث هنا موضوعيا هل سوريا فعلا جاهزة لإجراءة الانتخابات في سياق الأحداث السورية جرت انتخابات تشريعية وجرى استفتاء على الدستور وأنا شخصيا قرأت مقالات أمريكية وبريطانية وفرنسية نوهت بالاستفتاء الذي جرى على الدستور وبمصداقية النتائج التي أسفر عنها اليوم الظروف أقل اشتعالا من الزاوية الأمنية مما كانت عليه آنذاك حين أجري الاستفتاء العام على الدستور الجديد في سوريا مشكلة المعترضين هي أن دولة وطنية مستقلة تقرر أن تجري هذا الاستحقاق أن تجري تنظم هذه الانتخابات الرئاسية خلافا للمخطط الغربي يعني حين يقول الأمريكيون أو بانكيمون الناطق بلسان الأهواء الأمريكية في سوريا يقول أن الانتخابات تعرقل طريق الحل السياسي الأصح أنها تعرقل طريق المخطط السياسي الأمريكي في سوريا وليس طريق الحل السياسي السوري من يبحث عن حل سياسي يعني بهذه الانتخابات هل فشل المخطط الأمريكي الآن بشكل كامل؟ سددت ضربة للمشروع الأمريكي لأنه ما كان المشروع الأمريكي المشروع الأمريكي كان عدم إجراء الانتخابات الرئاسية إحداث فجوة في الشرعية الدستورية للدولة السورية لكن من حق الرئيس التمديد لمدة سنتين كانت ولكن هذا تمديد يقبل الأخذ والرد أما إجراء انتخابات شعبية والفوز بالرئاسة عن طريق الاقتراع الشعبي العام وفي انتخاب تنافسي يشارك فيه أكثر من مرشح آخر أمر مختلف يعطي شرعية محصنة بإرادة شعبية واضحة ولا يستطيع أي كان أن يطعم بالسهولة ذاتها وباليسر ذاته بمكانة الرئاسة فيما لو قبلنا التمديد وقدمت عروض للرئيس الأسد وليحلفائه يعني هناك من حمل رسائل باسم الأمريكيين إلى طهران وهناك أمريكيون حملوا مثل هذه الرسائل إلى موسكو بمعنى أنه فليؤجلوا الانتخابات الرئاسية في سوريا ونحن مستعدون للتعايش مع حالة تمديد وفقا لأحكام الدستور الرئيس الأسد والدولة الوطنية السورية بشكل عام نحن نتحدث هنا عن مؤسسة يعني مصممون على السير بالاستحقاقات في مواعيدها ضمن منطق الانتظام في إطار الحل السياسي هذا هو الحل السياسي السوري الحل السياسي السوري هو تثبيت وإطلاق قواعد جديدة في إنتاج المؤسسات الدستورية وفي بناء الشرعية الدستورية طب هذه الانتخابات هذا الاستحقاق بعد انتهائه كيف سيؤثر على الوضع الميداني خاصة بأننا نرى حقيقة الآن بأن هناك إنجازات للجيش السوري على الأرض قبيل هذا الاستحقاق نرى ما حصل في حمص منذ أيام في موضوع من اتفاق تسوية أو اتفاق لوقف إطلاق النار وحمص هي أكبر محافظة سورية من حيث المساحة وفيها كثافة سكانية كبيرة أيضا أعتقد أن الانتخابات الرئاسية ستكون محطة فاصلة كما تفضلت من الآن حتى 3 حزيران هناك عمليات سوف تتسارع والدولة الوطنية السورية تستخدم ذراعين في إنهاء مظاهر العنف ذراع المصالحات والتفاهمات الشعبية والسياسية المؤدية إلى ألقاء السلاح ونحن نعلم أن ألافا من الشباب السوري أخرجوا من الجماعات المسلحة عن طريق هذا الخيار ومنهم من يقاتل في صهوف الجيش وقوات دفاع الوطني اليوم والذراع الثاني هو ذراع القتال والحسم العسكري أتوقع من الآن حتى 3 حزيران أن تكون هناك إنجازات متلاحقة للقوات السورية طبعا تفوق الدولة الوطنية لا أريد أن أصفه بمفرداتي أفضل أن أصفه بمنطق روبرت فورد الذي كان منسقا للعدوان على سوريا في المقالة الشهيرة التي نشرها مؤخرا بعد استقالته من منصبه الدبلوماسي اختلفت طريقة كلامه بشكل كلي هو عز قوة الدولة والرئيس الأسد إلى أسباب قال أولا إن غالبية سنية وازنة تؤيد الرئيس الأسد ورؤيته لمستقبل سوريا ودولتها الوطنية وهي منحازة إليه وهو استخدم هذه المفردات التي لا يستسيغها السوريون عادة لكن هذه الرؤية التفتيتية الأمريكية تستخدم هذه المفردات أنا أريدها كما وردت ويقول إضافة إلى هذه الكتلة الضخمة من السنة في سوريا هناك كل الأقليات تقف إلى جانب الدولة وتعتبرها ضمانا لوجودها وليس فقط ضمانا لمصالحها وهو يتحدث هنا عن أقليات بمعنى أنه يقصد المسيحيين والعلويين والأرمن وغيرهم من مفردات ومكونات الشعب العربي السوري ثالثا يقول أن هناك ثبت بالتجربة وبعد ثلاث سنوات أن هناك دولة سورية قوية قادرة على الاستمرار وعجزت كل محاولات تفتيتها وأن هناك جيشا يدين بالولاء لهذه الدولة ولرئيسها وهو يفسر بذلك استعصاء محاولات تعديل التوازن في سوريا التي رطنا بها الغرب كثيرا وبلغ الطريق المسدود في محاولته لتحقيقها الاستراتيجية الغربية والأمريكية اليوم في سوريا هي استراتيجية استنزاف هي عرقلة نهوض للدولة الوطنية السورية ولكن عجزا مقيما عن إعاقة المسار العام لهذا التحول بات واضحا ومسلم به حتى في الدوائر الغربي نفسه الانتخابات الرئاسية ستكون ترسيخا للخيارات الوطنية القومية ولمشروع الدولة النهضوي التي يعبر عنها الرئيس الأسد كيف ستنعكس عسكريا بعد انتهاء الانتخابات السورية؟ ربما قبل تتحقق أشياء كثيرة تحدثنا عن السورة قبل وتحدثنا بأنه من المتوقع أن يتم حسم مناطق مهمة حقيقة في سوريا قبل هذا الاستحقاق لكن بعد هذا الاستحقاق سنقترب أكثر من الصورة التي توقع الرئيس الأسد أن ترسوا عليها الأمور مع نهاية العام بمعنى أن تكون الدولة الوطنية السورية قد استعادت السيطرة على المدن الكبرى والكتل السكانية الكبرى في سوريا وتكون معركتها بعد ذلك منذ مطلع 2015 فصاعدا مع بعض الفلول والبؤر المتبقية لينصرف الجهد الوطني الرئيسي في ورشة إعادة البناء وإعادة إنهاض القوى السورية على مسرح المنطقة إذا انتقلنا إلى العراق الآن وإلى عنوان آخر يعني أنه إتلاف دولة القانون يتصدر الآن للقوائم ونسبة المشاركة 60 أو ما فوق 60 وهي جيدة تعتبر وهي تعتبر جيدة كل المعطيات طبعا تؤشر إلى أن المالكي هو من سيترأس الحكومة الجديدة لولاية ثالثة إنعكاسات ذلك داخليا وأقليميا خاصة بأننا نعرف بأن هناك من لا يريد وجود المالكي ويفاود ويساوم على هذا الموضوع يعني الرئيس المالكي أثبت أقدرات قيادية عالية في سنوات صعبة وخصوصا بعد انطلاق العدوان على سوريا التصرف بمنطق المسؤولية وعلى قاعدة صد الأخطار التي تهدد العراق كان هو مضمون الحركة التي أطلقها الرئيس المالكي في السياسة العراقية خارجيا وأمنيا وعسكريا حيث تصدى لخطر الإرهاب بجرأة وبقوة ودون أي تردد طبعا هذه الخيارات التي يمثلها المالكي وعلاقات الوثيقة بإيران وبسوريا وموقفه من الأحداث السورية ورفضه لتحويل العراق إلى بؤرة انطلاق للنشاط الإرهابي ضد سوريا شكل مصدرا لمتاعب كثيرة يعني الدول المتورطة في العدوان على سوريا صنفته خصما وعملته على هذا الأساس وعملت لتقويد سلطته بأكثر من شكل من أشكال التدخلات التي تعرض لها الواقع العراقي السياسي طبعا العراق من الواضح أنه التوازنات الجديدة يعني المتوقعة في المجلس النيابي المنتخب ستفرض البحث عن صيغة ائتلافية لتكوين حكومة جديدة ولكن بموقع متقدم للرئيس المالكي ولتحالف دولة القانون أظن أن الحصيلة ستكون ترسيخا لموقع العراق الإقليمي الفاعل للخيارات الكبرى في مواجهة الإرهاب والتصدي لتحديات إعادة البناء وترسيخ العلاقات العراقية الإقليمية يعني بعض الدول التي تناصب المالك العداء في سياساته وخياراته هي التي اعتدت على العراق وهي التي تحرشت بالعراق وكانت طرفا في محاولة استنزاف العراق بالإرهاب لكن هذه الدول الآن تستعمل كل الأوراق كي لا يأتي المالكي لولاية ثالثة لماذا كل هذا التخوف من وجود المالكي عندما نسمع أنه هي مستعدة للتوافق فيما يخص لبنان وتقديم التنازلات أيضا فيما يخص سوريا لكن مقابل عدم وجود المالكي العراق ليس لاعبا صغيرا في المنطقة بالنظر للوزن الاستراتيجي الموقع الجيوسياسي والإمكانات والقدرات يعني العراق مهيئ من حيث بنيته وتكوينه ليكون دولة قيادية ثروته وعدد سكانه موقعه الجغرافي خليجا وموقعه ما بين سوريا والجبهة الشرقية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لكل هذه المعطيات العراق بلد شديد الأهمية في خراءة المنطقة وتوازناتها ولذلك القوى التي تورطت في الحرب على سوريا تدخلت في العراق وهي التي غزت الإرهاب في العراق وكبرت من حجم الجماعات الإرهابية وإمكاناتها بشكل متعمد اشتغلت على الخريطة السياسية العراقية كيف ستتعامل هذه الدول في حال ولاية ثالثة للملكة وهو المرجح طبعا مشكلة هذه القوى أنها لا تريد أن تعترف بالحقائق الجديدة يعني هذه الحكومات لكنها ستكون حقائق على أرض الواقع عليها التعامل معها بأي صيغة ستتعامل أنا أعتقد أنهم يشبكون الملفات ببعضها ويجدون أنفسهم بصورة أو بأخرى مضطرين للتسليم بالوقائع دفعة واحدة يعني المملكة السعودية بالتحديد سياستها الخارجية مبنية على استعداء إيران واعتبار كل ما له صلة تحالفية بإيران في الواقع العربي عدوا وخصما لدودا لابد من التعامل معه بمنطق النبذ والإقصاء والشطب والتواطؤ عليه بكل الإمكانات هذا يشمل الدولة الوطنية السورية يشمل المقاومة وتحالفاتها في لبنان ويشمل معظم القوى العراقية الحية المتحركة في إطار الواقع السياسي العراقي الآن وبالذات الرئيس المالكي المملكة السعودية تؤخر ساعة الاعتراف بالوقائع الجديدة وهي بذلك ترفع الكلفة عليها وعلى سياستها نعم واضح سنعود لهذا النقاش لكن علينا الذهاب الآن في هذا الفاصل الفاصل قصير فاصل قصير ومن ثم نعود مشاهدين ابقوا معنا من جديد أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من آخر طبعا أجدد الترحيب بضيفي هنا في الستيديو رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات السيد غالب قنديل أهلا بك من جديد سنتابع الآن فقرة بعنوان أقرأ الحدث تتحدث عن الوضع اللبناني سياسيا وأمنيا ومن ثم نعود لمتابعة النقاش أقرأ معنا الشرق الأوسط الخطة الأمنية في لبنان تفاعل في ضاحية بيروت الجنوبية أوضحت مصادر نيابية في حزب الله للصحيفة أن الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام يطبقون خطة أمنية في الضحية منذ سبتمبر أيلول الماضي بالتنسيق مع الحزب لافتة إلى إمكانية تفعيل هذه الخطة قريبا من خلال توسعها وزيادة عديد عنصرها وأكدت المصادر أن الغطاء مرفوع عن المطلوبين كافة من دون استثناء حتى أن الحزب يقدم للأجهزة المعنية المعلومات اللازمة لإلقاء القبض على الكثير منهم مصادر في وزارة الداخلية أكدت أن الخطة الأمنية نجحت بنسبة فقط 80% بإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد وأنها ستصل إلى العاصمة عندما يحين الوقت وستشمل مناطق بيروت الكبرى النهار لا كلمة سر والاستحقاق في خطر كشفت أوساط واسعة الاطلاع للصحيفة أن مجمل الخلاصات التي تبلغها معنيون فيما يخص تحركات دبلوماسيين غربيين بجأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان لا ترقى إلى مستوى ما يصور داخليا من انطلاق الاهتمامات الخارجية بالاستحقاق وأن مجمل هذه التحركات يتركز على عمومية تعكسها اللغة الدبلوماسية الجامدة التي يرددها السفراء بما يعني أن الاستحقاق لا يزال متروكا للداخل السياسي اللبناني بنسبة ساحقة الأمر الذي تعتبره الأوساط تحديا أكبر للقوى السياسية الداخلية التي تواجه للمرة الأولى اختبار الانتخاب بفعل قواعد ملبننا صرفا وأعربت الأوساط نفسها عن خشيتها من لعبة ضمنية جارية لاستهلاك المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس جديد في ظل معطيات تحدثت عن استمرار المراوحة في بلورة مرشح القوى الثامن من أذار وإعلانه بوضوح في وقت لم يصل فيه الحوار الحريري العوني إلى الخواتيم التي يدفع في اتجاه الفريق العوني بما يضمن له وصول إلى قصر بعبداء أما فيما يتعلق بمرشح القوى الرابع عشر من أذار فإن الأوساط استبعدت أي تغيير في الظروف الحالية على الأقل لجهة المضي في ترشيح الدكتور سمير جاجع باعتبار أن فريق الرابع عشر من أذار لا يرى موجبا لأي تغيير لمرشحه ما دامت مؤشرة تعطيل الانتخابات تتصاعد المعقول أستاذ غالب لا يوجد اهتمام دولي بالاستحقاق الرئاسي اللبناني أم أن الموضوع أهمال مقصود لمقارب أخرى المناخ الدولي الذي نتحدث عنه هو مناخ عودة الحرب الباردة مناخ تجاذب ليست أمريكا السيدة المطلق في العالم اليوم هذا واقع انتهى وانتهى في سياق المقاومة السورية للعدوان الاستعماري وفي سياق ما بني على هذه المقاومة من قبل حلفاء سوريا روسيا ودول براكس وإيران نحن في ظل توازن جديد وهذا المناخ الدولي الذي هو مناخ تصادم في حرب باردة عن طريق تجميع الأوراق وحشد القوى والاشتغال على خطوط الاشتباك يعني اليوم هناك اشتباك روسي أمريكي محوره الموضوع الأوكراني وله محاور أخرى على امتداد العالم منها سوريا ومنها الملف النووي الإيراني وسوى ذلك من القضايا إذن المناخ ليس مناخ تسويات وينبغي أن يمر وقت ليس قصيرا إلى أن تتبلور معطيات دولية جديدة تسمح بالكلام عن تفاهمات ماذا يمكن أن تكون هذه الموضوعات الآن؟ فيما يخص لبنان أو الإنعكاس على لبنان؟ لبنان لم يعد في مقدمة الاهتمام منذ فترة بعيدة وعندما شكلت حكومة الرئيس السلام كان الغرب بذلك يضع والولايات المتحدة بالذات يضع سقفا يؤمن حالة من الاستقرار النسبي في لبنان لأنه يعرف أن فراغا رئاسيا مقبلا يعرف أن يريد؟ لا هو يعرف وهو يعرف بسبب أن التوازنات الإقليمية الدولية في حالة مخاض لدى الولايات المتحدة أوهام ورهانات في اختبار فرص تعديل هذه التوازنات سواء عن طريق التفاوض أو عن طريق تحريك أوراق القوة ويترك الموضوع في سبيل الحرب الباردة تمام يعني حكومة الرئيس تمام سلام الذي حسم تشكيله من كان كان السفير الأمريكي ديفد هيل هو الذي أرغم المملكة السعودية على رفع الفيتو عن مشاركة حزب الله وهو أرغم الحريري وخلفائه وظهر الحريري ليسهل الموضوع وثم أرغمهم على قبول بيان وزاري يشرع وجود المقاومة يعني الولايات المتحدة هي التي أعطت هذه الإشارة إذن هي مسبقا تحتاط لاحتمالات الفراغ طبعا هذا التحوط مصدره استعصاء التوازن الداخلي يعني في مجلس النواب ليست هناك غالبية واضحة لأي من فريقين 8 أدار أو 14 أدار تسمح بحسم مصير الاستحقاق الرئاسي صحيح ولعلة وفاقية كما شرح الرئيس نبيه بري أكثر من مرة نصاب السلسين في الدستور كان حكمة من المشترع اللبناني عندما وقع اتفاق الطائف لأن المجلس النيابي الجديد منقسم مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وبالتالي إذا قامت إحدى الطوائف بكسب نائب من الطائفة الأخرى وامتلكت الغالبية المطلقة هذا يؤسس لمشكلة كبيرة في موضوع الانتخاب الرئاسي في البلد يعني يسمح بتغليب فريق على فريق وبالتالي يخل بالتوازن الوطني فاعتمد مبدأ غالبية السلسين في حضور الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس لهذه الحكمة الوفاقية من هنا الاستعصاء قائم في معادلة ومن المتوقع أن يبقى هذا الاستعصاء في الجلسة المقبلة هناك طريقان لكن هنا السؤال يعني واضح من حكيك بأنك كما الكثيرين ترجح دخول لبنان في فترة فراغ رئاسي هل يمكن أن يحصل شيء في الدقيقة الأخيرة أو في اللحظة الأخيرة هل سيكون هناك من منقذ من سيلعب هذا الدور ليست الأمور موحية بمثل هذا التحول لأن المعطيات الدولية والإقليمية اللي عمين حكي عنها كثير سوريا تقع في صلبها واللي بيتخيلوا أن الدور السوري تراجع في الاستحقاق الرئاسي اللبناني واهمين جدا يعني سوريا طرف مباشر في رسم مستقبل المعادلات اللبنانية قد تكون طرفا صامتا وغير متدخل هذه الأيام بشكل واضح ولكن أي جهة دولية أو إقليمية تجري حساباتها حول مستقبل الرئاسة ومستقبل موقع لبنان في معادلات المنطقة لا تستطيع أن تضع في المركز مستقبل سوريا ودور سوريا المقبل في المنطقة وهي تنظر إلى هذا الموضوع بهذه الطريقة عند انتهاء الانتخابات الرئاسية السورية سيحصل حسم دعنا نسميه في موضوع الاستحقاق الرئاسي اللبناني لنقول أن الانتخابات الرئاسية السورية وما تمثله في سياق نهوض الدولة السورية وتعافيها قد تكون عنصر تسريع مهم علم أنه طبعا المهوض الدستورية تنتهي قبل يعني أصلا الانتخابات الرئاسية السورية هلأ اللي بدي أقوله أنا أنه إيجاد مخارج من هذا المأزق اللبناني من ممكن بمنطق المفاجآت ولعبة الكواليس وكذا لا الخيار الوحيد المؤدي إلى مخرج هو إصلاح دستوري حقيقي في الواقع اللبناني يعني طرح الوزير السلامان فرنجية مؤخرا فكرة انتخاب الرئيس من الشعب هذه قد تكون مخرجا إذا عدي للدستور في هذا الاتجاه طب هل يمكن أن يتم تعديل الدستور بهذا الاتجاه لبين ما يسلموا لرافضين هالقصة لأنه إذا بدك من الثلاثة وأربعين أن عملت عملية انتخاب رئيس الجمهورية وضعت في مجلس النواب من أجل تمكين السفراء من التدخل يعني المنتدب الفرنسي هندس الدستور على هذا النحو واستمرت الأمور بعد الانتداب في ذات الاتجاه ولذلك كانت المحطات الكبرى لانتخاب رؤساء مفاصل في أزمات كالأزمة الحالية إذا بهذه الطريقة لازلنا نتحدث عن المستحيلات في لبنان مش المستحيلات لنقل أن هناك فراغ قد يطول في منصب الرئاسة ستلزم خلاله الحكومة القائمة بتصريف المهام الرئاسية أما المخرج اللبناني إذا نضجت إرادة لبنانية لمؤتمر وطني تأسيسي يقر مجموعة من التعديلات الدستورية التي يمكن أن يكون منها خيار انتخاب الرئيس من الشعب أو تعديل قانون الانتخاب لاعتماد النسبية والإتيام بمجلس نيابي جديد مؤهل لاختيار رئيس جديد للجمهورية كل هذه الخيارات ممكنة في سياق التعامل مع واقع الفراغ لكن كل التوازنات كل المعادلات الداخلية والخارجية تقود إلى الاستنتاج أننا مقبلون على فراغ في منصب الرئاسة أنت تتحدث عن شيء لا أريد أن أسميه طوباوي لا لا هو ليس طوباوي بنقطة معينة لكن هي نظريات على الأقل لا يمكن أن تطبق حاليا في لبنان يعني لم يتخيل أحد اتفاق الطائف قبل أن يتبلور ولم يكن أحد يتوقع في حرب 58 أن الرئيس فؤاد شهاب برزمة الإصلاحات التي جاء فيها سيكون موضوع التوافق المصري الأمريكي الذي ينهي حربا داخل لبنان لكن مثل هذه التعديلات الدستورية تحتاج إلى تفاهم على مستوى كبير جدا أقليميا ودوليا وهناك أوراق سيلعب بها حتى في ملفات معينة المعادلات المقبلة دوليا وإقليميا سترسخ متانة وقوة محور المقاومة ودوره في واقع المنطقة وفي العالم وفي صلبه سوريا وبالتالي سيبنى على ذلك نتائج سياسية على اللبنانيين أن يضعوها في اعتبارهم وهم يعيدون رسم خرائطهم الداخلية ويقررون مستقبل دولتهم في تدشين المدينة الرياضية سيكون هناك من المفترض أو المتوقع مواقف بارزة للرئيس سليمان ماذا تتوقع؟ خطابا جديدا من الخطب عنوينه التي يلقيها فخامة الرئيس هذه الأيام في الأيام الأخيرة لولايته الرئاسية المنتهية يعني بعد بضعة أسابيع عنوين هذا الخطاب فيما يخص الاستحقاق نسمع من فخامته هذه الأيام يعني مقولات ونظريات كثيرة عن الوفاق وعن الدستور وعن الإصلاح ليته إليه يكون هناك أي تجديد في هذا الخطاب؟ لا أتوقع شخصيا لا أتوقع جديدا وتعليقي الوحيد ليت فخامته فطنة لمثل هذه الأطرحات في بداية العهد وأطلق ورشا عملية لتنفيذها طب هناك من ينتظر الآن توضيحات ومواقف يعلنها البطريارك الراعي ماذا يمكن أن تفعل هذه المواقف أو هذه الإعلانات؟ أنا أعتقد أن القضية الرئيسية التي سيكون غبطة البطريارك ملزما بالتوضيح حولها حولها تتصل بزيارته إلى فلسطين المحتلة هذه بادرة سلبية وهي غير عادية وغير مسبوقة في سلوك البطارك الموارنة الذين التزموا دائما بعروبة فلسطين ورفضوا الإقرار بالاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين طبعا قد يبرر البعض بأن الفلسطينيين أنفسهم اعترفوا بهذا الاحتلال واستسلموا لنتائجه قياسا على مواقف السلطة الفلسطينية ولكن لبنان كما نعلم من الدول المهددة بنسب كبيرة بوجودها لماذا تتم هذه الزيارة الآن أنا أعتقد أن هناك سوء تقدير في قرار الزيارة وكان يستطيع البطاريارك أن يعتذر عن الزيارة والكلام أنها رعاوية وليست سياسية لا يعفي من المسؤولية أقول ذلك بكل محبة وبكل احترام لمقام غبطة البطاريارك الذي نقدر ما يمثله روحيا ووطنيا في حياة اللبنانيين وفي حياة موارنة الشرق إذا ما انتقلنا إلى الموضوع الآخر يعني يتحدث عن الخطة الأمنية في المقال الأول الذي عرضناها في هذا الخصوص تشدد مصادر أمنية على أن الخطة لن تتوسع الآن أكثر في موضوع الضحية الجنوبية أو على الأقل هي تنتظر يعني أن يكون هناك إعلان من مجلس الأمن المركزي لذلك تم الإعلان فقط فيما يخص البقاع وترابلس ماذا تتوقع؟ يعني في الضحية ليس هناك مشكلة القوى الأمنية موجودة والجيش اللبناني موجود والأمن الداخلي يعمل في مخافره ومقاراته الرسمية المعتمدة والكل يعلم أن الكلام عن وضع شاذ في الضحية أو وضع مختلف في الضحية كان افتراءا سياسيا يراد منه التحريض على حزب الله يعني طبعا حسنا أن جريدة الشرق الأوسط التي كانت غالبا ما تكون منبرا للتشهير بالمقاومة ومحاولات النيل الأخلاقي والمعنوي منها ومن موقفها من مؤسسات الدولة هي التي صدرت هذه المعلومات في صفحتها الأولى لماذا صدرتها برأيك؟ عملا بمصلحة تيار المستقبل بتأكيد التفاهمات التي جاءت بتأثير أمريكي منذ تشكيل الحكومة يعني في هذا السياق كان تسفير قادة المحاور في ترابلس إلى قبروس وغيرها وفي هذا السياق كانت أكثر من عملية أمنية نزعت فتائل التفجير من يد جماعات الإرهاب التكفيري التي كان يحتضنها تيار المستقبل وتمولها السعودية على أرض لبنان طيب مصادر في وزارة الداخلية أيضا تقول للشرق الأوسط بأن الخطة الأمنية ستصل إلى بيروت الكبرى في الوقت المناسب متى هذا الوقت المناسب؟ يعني نتمنى أهالي طريق جديد ينتظرون مثل هذه الساعة بفارغ الصبر يعني للتخلص من عبث بعض الجماعات المسلحة التي تشكل خطرا على أمنهم واستقرارهم ومنها بعض الغوغاء المرتبطة بجماعات سورية تكفيرية وإرهابية ناشطة عبر الحدود يعني أعتقد أن تيار المستقبل يريد أن يعيد ترتيب أوراقه الدخلية في هذا المجال وأن يفصل بين تشكيلاته التنظيمية والتشكيلات الارتزاقية التي استضافها بدافع الاستخدام طيب يعني سنمر سريعا على الانتخابات المصرية قلت في بداية الحلقة بأن هذه الانتخابات تكون نقلة نوعية باتجاه الاستقرار المصري على الصعيد الداخلي طيب كيف ستكون على الصعيد الإقليمي؟ على الصعيد الإقليمي طبعا مصر تواجه تحدي النهوض بدورها من جديد وأنا أعتقد أنه ما لم يتخذ موقف واضح وحاسم باتجاه شراكة ما مع سوريا والعراق لن تتوافر المقدرات المطلوبة لدور ما يتناسب مع حجم مصر وموقعها ووزنها في الواقع العربي حتى الآن هناك موقف خجول اتجاه الوضع في سوريا نحن نعلم أن التواصل مستمر ولكن لم تتخذ في القاهرة المواقف التي تنتظر مبدئيا وأخلاقيا إذا المعركة التي تخوضها الدولة الوطنية السورية لكن هل ستستطيع أن تتخذها الآن القاهرة بعد الاستحقاق؟ هناك ضغط صعودي لاجم لمثل هذا الاتجاه أتمنى أن تساهم الانتخابات الرئاسية في حصيلتها بتحرير الإرادة المصرية ولو بنسب معينة من الضغوط السعودية اللاجمة للدور المصري الرئيسي لم يكن الدور المصري أسير أي مؤثر آخر في الواقع العربي له كينونته الخاصة العربية والدولية هذه مصر التي تقرر وتقود ولا تقاد وفق المنطق والعلوم الاقتصادية والسياسية مصر هي التي يجب أن تكون في موقع الرياضة ربما الحديث عن الموضوع ومصر يحتاج لحلقة خاصة الموضوع يطول لكن سننتقل الآن إلى آخر فقرة في هذا البرنامج جيب عنوان اقرأ إسرائيل نرى ماذا تكتب الصحفة الإسرائيلية اليوم من ثم نعود هارتس أنديك يفكر بالاستقالة عقب انفجار المفاوضات المبعوث الأمريكي لعملية التسوية مارتين أنديك يفكر في الاستقالة من منصبه قريبا في أعقاب انفجار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وفي ضوئينية الرئيس باراك أوباما تعليق مساعي الوساطة بين الطرفين وفق ما أشار موظفون كبار في إسرائيل على صلة بالموضوع التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن أنديك هو المسؤول الأمريكي الكبير الذي اقتبست عنه صحيفة يداوت أحرانوت ما نشرته في عددها نهاية الأسبوع لجهة إلقاء المسؤولية الأساسية عن فشل الاتصالات على إسرائيل الصحيفة نقلت عن المسؤول الأمريكي قوله إن المستوطنات كانت العنصر الأساسية في تخريب المفاوضات وإن نتنياه لم يتحرك إنشا واحدا المبعوث الأمريكي لم يتخذ بعد قراره النهائي لكن تقديره بأن المفاوضات لن تستأنف في المدى المنظور وبعدم رغبة البيت الأبيض في توظيف جهد إضافي في هذا المجال يعززني رغبته في الاستقالة من منصبه الكراهية تواصل مسيرتها ثلاث عمليات جبي ثمن سجلت في أماكن مختلفة داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية إحدى تلك العمليات طالت مقبرة إسلامية قرب مستوطنة نيشر حيث لاحظ المصلون المسلمون الذين وصلوا إلى المقبرة كتابة شعارات على قبر عز الدين القسام في هذه الأثناء تبين أن كاميرات الحماية صورت عملية جبي ثمن التي سادفت مسجدا في مدينة أم الفحم قبل أسبوعين عندما أضرم مجولون النار في باب المسجد وكتبوا شعارات مسيئة ومعادية للعربي على جدرانه طيب أستاذ غالب طبعا قبل أن نخذ في موضوع المفاوضات بس توضيح للمشاهدين بأن جبي ثمن هو مصطلح يعتمد في إسرائيل ليوصف اعتداءات المستوطنين على أملاك الفلسطينيين نبدأ بما يجري فيما يخص المفاوضات أمريكا الآن فقدت الأمل نهائيا برأيك في هذا الموضوع لم يعد هذا الموضوع ورقة يمكن أن يلعب عليها الأمريكيون يعني بالأصل عملية التحريك كانت تحريكا يعني كان الهدف الأمريكي محاولة تجميل الصورة كلما تذكروا أن صورة الولايات المتحدة في المنطقة بحاجة لرتوش يتحدثون عن تحريك المسارات ويرسلون وزير الخارجية الذي قام بحوالي عشرين زيارة ربما في الأشهر الأخيرة للمنطقة ولم تسفر عن نتيجة الولايات المتحدة تعرف أين هو الاستعصاء الاستعصاء الرئيسي هو في الموقف الإسرائيلي وإسرائيل أضافت لشروط الإذعان التي وضعتها شرط الاعتراف بالدولة اليهودية وشط بحق العودة نهائيا وهي تعلم أنه ما من زعامة فلسطينية لها شرعية التنازل عن هذه الحقوق يعني لا تستطيع أي زعامة فلسطينية أن تقدم تنازلا بهذا الحجم في وقت أن الاستطان أكلت ضفة الغربية يعني لم تعد هناك رقع يمكن الحديث عنها بأن هناك ما يسميه الدبلوماسيون الأمريكيون الكيان الفلسطيني المتصل هذا كيان صار غير ممكن للتحقق في خارطة الضفة الغربية حيث صارت الأماكن التي يتواجد فيها الفلسطينيون كناية عن أرخبيل من الجزر في بحر من الاستطان أنا برأيي كل نظرية الدولتين في إطار الحلول والتسويات حول وضع الفلسطيني هي في طريقها إلى الموت الحق الفلسطيني حق متكامل من النهر إلى البحر وأي عمل دولي لن يبنى على مثل هذه الحقيقة لن يكون له حظ في الحياة والتقدم ولن يبنى أي عمل دولي على هذه الحقيقة تماما وبالتالي هذه الحقيقة تنتزع بالقوة وتفرض بالمقاومة ذلك هو قدر الفلسطينيين وقدر قضياتهم وقدر العرب الذين يعتبرون أنفسهم معنيين بهذه القضية لأنها مفتاح لتحرر المنطقة بأسرها خارج هذا الإطار أنا لا أرى مجالا يعني اليوم الكلام كاري عن الأبارت هيد الصغيوني الأبارت هيد الإسرائيلي كل اليوميات تؤكده بما في هذا المقال الذي سمعناه عن تدنيس القبور والاعتداءات التي تستهدف وهو ما يحصل تقريبا يوميا هذا واقع معيوش على امتداد فلسطين المحتلة للأسف ولا أحد يتحرك لا وهناك نوع من الصمم والخرس العربي الرسمي في هذا الاتجاه يعني دولة كالدولة السورية تهتم بهذا الشأن وهي تدفع ضريبة التزامها بفلسطين ولكن تجدين العواصم المنشغلة بتخريب سوريا وتدمير سوريا لا تأتي على سيرة مثل هذه الجرائم الإسرائيلية وما تمثله أشكرك جزيلا شكر رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات الأستاذ غارب قمديل أيضا مشاهدين أشكركم جزيلا شكر على متابعتكم لهذه الحلقة من آخر طبعة ألقاكم على خير في حلقة جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة